لدينا محول مثالي إذن المحول مثالي أي أن كفاءته 100% يتألف من ملف ابتدائي 100 لفي وملف ثانوي 2000 لفي إذن أعطانا عدد لفات الابتدائية الملف الابتدائي وعدد لفات الملف الثانوي نجهز جدول لسهولة الحل إذن الجدول ليس من الحل ولكن لترتيب الحل وتسهيله إذن أعطانا هذه هي عبارة عن N1 وهذه هي N2 إذن الملف الابتدائي عبارة عن 100 لفي الملف الثانوي عبارة عن 2000 لفة تم وصل ملفه الثانوي إلى مقاومة إذن الملف الثانوي R2 عبارة عن 50 أوم أحسب مقدار التيار الكهربائي في الملف الثانوي علما أن مقدار الجهد على الملف الثانوي إذن أعطانا الجهد الثانوي V2 إذن V2 عبارة عن 200V ويطلب منا مقدار شدة التيار إذن يريد منا حساب شدة التيار في الملف الثانوي إذن هنا مباشرة بما أنه أعطانا فرق الجهد على الملف الثانوي وأعطانا المقاومة نتذكر قانون أوم إذن لإيجاد شدة التيار في الملف الثانوي نطبق قانون أوم V تساوي R في I إذن لدينا فرق الجهد الثانوي وشدة التيار الثانوي هو المطلوب ولدينا R2 فنستطيع أن نعود مباشرة V2 عبارة عن 200V المقاومة عبارة عن 50 أوم ضرب I2 ومنه فإن I2 بالحل الرياضي نقسم 200 على 50 فينتج جواب 4 أمبير إذن مباشرة نضعه بالجدول إذن 4 أمبير إذن أصبح لدينا الجهد وشدة التيار في الملف الثانوي والآن يريد منا القدرة الكهربائية إذن الأمور سهلة جدا القدرة في الملف الثانوي P2 تساوي V2 مضروبة في I2 ويساوي V2 عبارة عن 200V ضرب I2 عبارة عن 4 أمبير والجواب عبارة عن 800V يمكن استخدام العلاقة التالية أيضا في الحل كطريقة ثانية فنقول أن P2 تساوي R2 في I2 للتربيع ويساوي 50 ضرب 4 للتربيع ويساوي أيضا 800V الآن يطلب منا إيجاد مقدار شدة التيار في الملف الثانوي إذن بما أننا حسبنا مقدار القدرة في الملف الثانوي وكانت عبارة عن 800V والمحول مثالي فإن القدرة الأولى أيضا 800V إذن لدينا القدرة في الملف الابتدائي ولدينا عدد اللفات حتى نجد قيمة I علينا أن نجد قيمات V1 بما أنه لدينا V2 ون2 ولدينا إن1 نستخدم القانون العام بالمحولات لنحسب V2 وبالتالي V2 على V1 N2 على N1 ومنه V2 عبارة عن 200V مقصوم على V1 يساوي N2 عبارة عن 2000 ومنه بالحل الرياضي فإن فرق الجهد في الملف الابتدائي يساوي 200 ضرب 100 على 2000 والجواب عبارة عن 10V إذن حسبنا قيمة V1 الآن هناك عدة طرق لحل ييجاد قيمة I1 إذن هناك عدة طرق أول طريقة بمأن المحول مثالي نستطيع أن نستخدم أنه N2 على N1 يساوي I1 على I2 2000 مقصوم على IMIA يساوي I1 المطلوب بنا حسابه بينما I2 حسبناها عبارة عن 4 أمبير وبالتالي فإن I1 يساوي 80 أمبير إذن هذه طريقة أولى الطريقة الثانية نقول أن B1 يساوي B2 B1 V1 في I1 يساوي B2 الذي حسبناه عبارة عن 800 واط ومنه بالتعويض فإن V1 حسبناه عشرة فولت I1 هو المطلوب ويساوي 800 واط إذن بالحل الرياضي فإن I1 يساوي 800 تقسيم عشرة ومنه 80 أمبير إذن نلاحظ نفس الجواب في أي طريقة كانت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتابع الآن في حل مسائل المحويات محول مثالي إذن ينتبه أن هنا المحول مثالي كفاءته 100% يتألف من ملف ابتدائي خمسين لفي في هذه الحالة ملف ابتدائي وملف ثانوي على لفات الملف الابتدائي N1 تساوي خمسين لفي بينما N2 تساوي خمسمائة لفي حدد نوع المحول الكهربائي المستخدم بما أن N2 أكبر من N1 إذن V2 أكبر من V1 المحول رافع للجهد الآن بما أنه أعطانا فرق الجهد على ملفه الابتدائي أي V1 يساوي إلى 10V المطلوب حدد فرق الجهد على طرفي الملف الثانوي لدينا العلاقة التالية V2 على V1 تساوي N2 على N1 تطبيق مباشر بما أن المحول V2 المطلوب على V1 عبارة عن 10V تساوي N2 خمسمائة لفي على N1 خمسين لفي وبالحل الرياضي فإن V2 تساوي إلى 100V ونلاحظ فعلا أن V2 أكبر من V1 فالمحول فعلا رافع للجهد وخافض لشدة التيار فالمحول فعلا رافع للجهد